حقيقة يعني هو شحة الانتاج بالدرجة الاولى يعني وتشوف انه فعلا الفرص اللي نبحث عنها لانتاج اعمال طبعا احنا كنا نعمل بصيغة المنتج المنفذ يعني حتى تكون في الصورة يعني لان احنا ثقافة الانتاج عندنا معدومة يعني بحيث انه ما ممكن انه عمل ينتج ويعرض باكثر من قناة فتشوف احنا دائما كجهات منفذة للاعمال يعني نبحث عن الفرصة فالحمد الله في هذه السنة يعني بالاضافة الى القنوات اللي تنفذ في كل سنة مجموعة من الاعمال هناك اهتمام واضح من قبل الحكومة بانتاج مجموعة من الاعمال في شبكة الاعلام العراقية وايضا في باقي القنوات فتشوف انه صارت نوع من التنافس اللي فعلا اثبت حضوره يعني يعني لا استبعد انه النوعية قليلة على حساب الكمية يعني كان المفروض اكون هناك تأني باختيار الاعمال لان دائما القنوات اللي تنتج اعمال هي تكون قريبة من ايام رمضان فتشوف انه دائما اكو سرعة بالانجاز يعني نعم فلو كانت هناك فترة طويلة للانتاج كان هناك ايضا اختيار نوعية مميزة من الاعمال نعم تعقيبا على الدكتور صائب يعني دائما ما ادري ليش يعتبر الشركات المنفذة للأعمال هي تخدم اجندة القنوات هذا انا اكد له وباصرار انه لا يوجد فرض من قبل الشركات بس يوجد فد نوعية معينة او توافق معين او اختيار لنص معين من قبل القناة لتنفيذ هذه الاعمال بس انه ممكن انه الشركات ان تساهم في الخراب لا هذا مستحيل يعني ما ممكن يعني وطبيعة احنا موجودين بالعراق ونعرف طبيعة الانتاج وطبيعة التعامل مع القنوات الفضائية فما ممكن واحد يسعى الى خراب بلدي يعني الا هذا انسان موطني وانسان غير سوي يعني طيب دكتور حكمة يعني خليني اسألك ذكرت حضرتك الانتاج الحكومي واشدت به يعني دخل في دور الى هل هناك فرق ما بين الانتاج الحكومي وانتاج القطاع الخاص بالاعمال وجودتها باختصار ابدا يعني السنة بالذات يعني العراقية يعني العراقية كان لها وجودها الواضح في الاعمال الدرامية بقدر نظر انا عندي ملاحظات انه السرعة اللي ظهرت فيها الميزانية والسرعة في اختيار الاعمال كان المفروض هناك اكو نوع من التأني باختيار نصوص بعينها بحيث انه انا اشوف انه اكو اكو سرعة بالانجاز اثر على مستوى النوعية في حين انه انت القنوات الفضائية الاخرى ممكن هذه تعد من قبل سنة او سنتيا للعمل وتنتج اعمال مميزة يعني انت تشوف اللي انتج في الانبيسي او في الشرقية او في اليو تيفي تشوف انه اكو اعمال الهي حضورها بغض النظر يعني ايضا يبقى صانع العمل هو اللي يتميز عن الاخرين يعني احنا دائما نكون في منافسة مع الشركات يعني دائما اطمح انه انافس باقي الشركات من اجل تقديم الافضل يعني بس انه اخدم اجندة القناة لا هذا مستحيل طيب